أستاذ خالد، ظاهرت تغيير المدربين، زادت قوي في الفترة الأخيرة، ليه؟ دايماً أستاذ عمر المدير الفني أو المدرب بيتاخذ هو كبش فدع، أي تعثر لأي فريق بهزيمة بإخفاق، دايماً الجمهور بتبتدي تصور على مجلس إدارة النادي، فمجلس إدارة النادي بيكون محطوط في موقف حارج لأنه هو المسؤول في الأول والأخير، حتى لا أفترض أن المدرب ده فاشل، فهو اللي جابه مجلس إدارة النادي، أي مجلس إدارة بيغاية المدرب، فهو بيحمل نفسه المسؤولية، أنت جبت المدرب وحش وهو فاشل وأنت بتمشي، فمعنى كده أن قرارك من البداية كان خاطئ، فده نقطة مهمة جداً، أن مجلس الإدارة هو اللي بيتحمل أي إخفاق، سواء في المدرب، سواء في العابين، حتى ما بيتعاقد مع العابين برضه وما بينجحوش مع الفريق، في الآخر مجلس الإدارة هو المسؤول، لكن دايماً المدرب بي بيكون كبش الفدى، بيكون هو الشخص السهل أن تقيله من تدريب الفريق، وبتحمله المسؤولية بشكل كبير، فبالتالي خلاص بيرحل، وبتبتدي إن الجمهير تهدى شوية، بتجيب مدرب تاني، دايماً المدرب الجديد زي بنقول الغرباء الجديد بيكون ليش عدد، بيتقلق في الأول 3-4 مطشاط، الأمور بتمشي بشكل كويس، لأنه فكرة جديد، والعابة عايزة تثبت نفسه قدامه، لكن سرعان ما بيبتدي وقعد يكمل بعد خامس سادس مطش، بتبتدي زي بنقول بالبل الذي كده بترجع ليما لعدتها القديمة، وبترجع مرة تانية إخ فقط وهزائم، فبيبتدي مجلس الإدارة يفكر مرة تانية في تغير المدرب الجديد، وهكذا بنلف في دايرة للأسف مفرغة بأن سنوات طويلة